اشتركوا في القناة برنامجنا على قناة هلا لندن شخصية مهمة اليوم شخصيتنا رح تكون هي ضيفة مميزة قدرت تعمل بصمي بعالم مثل ما بيقول عالم الخير وعالم الأطفال اللي هني بحاجة لمساعدات مريم عسمان مديرة مركز راشد لاصحاب الهمم أهلا وسهلا فيك حياك حياك شكرا عملها المقدمة يعني وان كانت تستاهلي اكتر من هيك حوايد الله يسلمك الله يخليك أول شي بدنا نسألك مالجان مريم شو بتحبينا نقلك سيدي مريم مريم سيدي مريم أول شي بدنا نسألك كيف تأسس هذا المركز وانت من اللي أسستي هذا المركز وبلشت فيه من الصفر مثل ما بيقوله هلأ أنا باختصرها لأنها قصة طويلة طبعا عمر المركز احنا ابتدناه من ابريل 1994 يعني حين بنستوي تقريبا يعني داخلين في 28 سنة ما شاء الله يعني المركز ابتدى صغير يعني كان أيامة عرفة التسعينات فيه كان مراكز طبعا لأصحاب الإمام الحكومة ما كانت مقصرة فيه مراكز اللي هي تابعة لحكومة أو لدولة الإمارات أو اللي هي الاتحادية مراكز هي للمواطنين وكان التعليم فيه كله باللغة العربية على الهامش كان فيه مراكز صغيرة يسمونها مراكز خاصة في دبي شوية في بوضبي شوية في الشارجي يمكن واحد أو اثنين هذه المراكز كانت معظمها كانت باللغة الإنجليزية واللي الجاليات الأخرى لين إحنا سنة 94 لما فكرنا أن إحنا نفتح مركز راشق درسنا السوق مثل ما يقولون يعني إن شو ما عنا فيه أو ما عنا التركيز فيه كثير لقينا إنه الجانب العلاجي مثلا علاج الطبيعي علاج النطق علاج الوظيفي هذه ما موجودة بقوة في هذه المراكز إحنا يمكن كتيم يعني نؤمن الجانب علاجي أهم يعني أنا قبل ما أودي الولد أو أعطي شيء أكاديمي أهم شيء عندني يليل الصح أهم شيء عندني يقدر يمسك القلم أهم شيء عندني يقدر ياخد خطوة وصل حتى كرم قلة روحها للحمام وكيف فهذا الجانب اللي إحنا حطيناه إنه هذا الجانب الشوية كان فيه ضعف عندنا شيء هذا كيف هذه الفترة فبديني المركز كمركز علاجي كان اسمه مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة يعني جلسات علاج عقبة توسأ الشوية شوية طبعا إحنا ما كنا فيه هذا المبنى اللي إنتوا فيه اليوم كنا فيه مبنى في منطقة في جميرا فيلا صغيرة فيلا مؤجر كان فيلا سكنية أجرناها وابتدينا في الشو أتذكر أني أول يوم سبحان الله أول يوم أعلننا فيه أني مركز راشد يفتح بوابه هذا مركز أصحاب لهم كانوا فيه جريدة حاطين أول يوم سجلنا أربعين حالة أربعين حالة سجلنا طبعا الأربعين حالة فيه منهم الذي كان يتناسب مع البرامج الموجودة في المركز وفيه اللي كان يعني نحس أني يفضل أن يروح في أماكن ثاني بدأنا كمركز علاجي عقب شوي شوي الأهالي صاروا يطلبون أني أشياء ثانية يقولك أنا والله بيب ولدي حق ساعة أو ساعتين ياخد برامج علاجية نحن نبه يعني يتم أنا وين ببدي عقب هذا يعني يتم أكثر فبدأين نوسع ساعات لنقدمة دخلنا شوي شوي في الفصول يعني توسعنا شوي شوي لسنة أواخر تسعينات بداية الألفين إن الشيخ بن حمد الله يطول في عمر عطانا قطعة الأرض هالي في برشة طبعا البرشة ما دل إذا أنت قد في دبي ولا نأ قال ما في شيء حتى مولي في عمرتس ما كان فيه يوم حصلنا الأرض قطوية احنا وين في الصحراء يعني ينا نحط حجر دائما في دبي هيك إيه يعني كنا البرشة حقنا كنا سايرين مسافرين اللي هو جميرة وإحنا نحس إن البرشة حي كان لك منطقة بعيدة ينا وحتى تذكر يوم اللي الشيخ أحمد بن سعيد ويحط حجر الأساس كأننا يعني كله قال لنا تعالوا بفور ويلز لأنه كله رمل بدأنا وسبحان الله بعد ثلاث سنين هالمنطقة استوت يعني ما في مكان من أهم المناطق والمركز ابتدى هنا طبعا المركز اتطور يعني من بداية على مركز صغير على مركز شوي شوي بدأنا هنا على فتحنا فصول على فتحنا أقصام على تمدد يعني إحنا نحاول في هالمركز قطر الإمكان نتطور من الخدمة أو نضيف خدمة مش بس نطور ونضيف يعني مثلا إذا الطفل يحصل أكاديميا إلاج طبيعي إلاج طبيعي إلاج إلاج طبيعي إلاج موسيقى أخذنا رياضة أخذنا السباحة أخذنا رقوب الخيل أخذنا سمارتو يعني كل فترة إحنا نحاول نكمل أن الطفل اللي يهني يحصل كل الخدمات حقها لأنه كلم بصراحة أكثر وقتا يعيشوا معايا طيب بس السؤال اللي دائما كان بيتساءلو كان بدبي أو خارج دبي مركز راشد هو بس الإماراتين أو هو لكل الجنسيات كل الجنسيات اللي في بالك موجود في مركز كل الجنسيات إحنا في دولة الإمارات الخدمة لكل حد يعني إحنا خير الإمارات رايحة لبرع كيف الناس اللي عايشين فيها البلد يعني أي واحد حتى لو يجي يحصل وظيفة خلينا نقول حد بيستغيرون من برع إذا عنده الطفل عنده مشكلة معينة أول شي بيفكر في أي مركز بيروح أو في أي مكان بيروح إذا ما بيحصل مكان لطفل يمكن حتى مي فمركز راشد بابا مفتوح لكل حد لكل الجنسيات لكل الأديان لكل مذاهب كل مفتوح والأعمار إحنا عندنا صباحي عندنا ثلاث سنين لفوق السبع عشرين بعد الظهر اللي هو النظام كلينيك اللي هما تحت الثلاث سنين للمطفال الأصغر إنه اللي يتأهلون يعني يجي ياخد إذا عنده مثلا مشكلة في النطق عنده شلال مخدمة غير عنده أي حالة لا يوصل للسن اللي يكون مدرسي يبتدي ياخد يتعلم يعني أشياء أكاديمي إحنا أي بعض الظهر نعطيه البرامج العلاجي يتأهل أول ما يوصل للعمر الصحيح ينظم للفترة الصباحية وعندنا على فكرة حالات كثيرة تينة من المدارس العادي يعني في أطفال عندهم يمكن مشكلة النطق منتشرة يعني مشرط الطفل يكون عنده أطفل صار منتشر بشكل غريب كثير من الحالات تينة من المدارس العادي نسوي لهم جلسات العادي ما يحتاج أن يتم في المركز إيه لساعات معينة يطلقى العلاج يروح في البيئة العادية اللي هو فيه حتى إحنا خدماتنا مش داخل المركز إحنا فيه تيم يروح من المركز يعني عندنا علاقة مع المدارس العادية أحياناً يبقى تيم يروح للمدارس هذه تشوف الحالات اللي عندها مشكلة وانساعدها طيب وهي الهلاج قليعتهم الجانب؟ لا شوف بالنسبة للمراكز كل المراكز إحنا نسمونا مركز خاص غير ربحي يعني إحنا رخصتنا من هيئة الميتة المجتمع خاص في الرخصة غير ربحي يعني المركز ما حد يأخذ فيه أرباح كل شيء لأن أسأل أنت ما تقدر تحقق ربح يعني أي حدي إذا يفكر أنا بقولها علنان أي حدي يفكر إذا أني بيسوي بزنس في هذه المشاريع يعني فيه جانب إنساني يغل يعني أنت زمتيك حالة طفل ما يكتر يدفع وعندك العلاج وهو في العمر الصحي حتقول له؟ هذا اللي كنت بدي أستألكها حتقول له؟ أكيد لا إذا أنت إذا أنت فاتحه إنساني ما ممكن تكتر تقول له أنا ما بعرف يعني فيه ناس ما يستوي أصلا ما يستوي وبعدين المراكز هذه مصاريفها وايد القصد ما لا وايد عالي يعني أنت تحب داخل الفصل ثمان أطفال كم مدرس معهم كم مساعد معهم كم العدد الأخصائيين غير عن هذا في شيء مشكلة رئيسية إحنا نعاني هنا في دولة الإمارات ما عنا متخصصين كثير في هذا المجال إحنا نضطر إحنا نستعين بالمتخصصين اللي خارجوا بالتالي فإنت المصاريفك بتكون أكثرت وفر لا سكنت وفر لا تذكرت يعني كل هذا مترتب على هالشي شوفوا إحنا كمراكز خاصة كل المراكز الخاصة الغير ربعية الموجودة في دولة الإمارات تضع رسوم يعني الرسوم إحنا يمكن أقل رسوم مقارنة بكل المراكز الموجودة إحنا رسومنا رمزية وإحنا متعمدين إن يكون موجود يعني في متناول كل إنسان عشان ما يكون بالنسبة لها أو يكون بالنسبة لها حجة إن أنا ما بودي ولدي للمركز أنا ما عندي إمكانيات لأن مثلا إحنا في عائلات هني كل واحد عندها خمسة عيال إحنا أنت في دولة خليجية العائلات أقلش عندهم أربعة خمسة ستة ومعظم الإهال أو الأطفال أو عيالهم يودونهم في المدارس الخاصة اللي هي تدفع المدارس الخاصة أنت تعرف أسعارها كم فهو لما بيكون عليه عالها الولاد بيقول والله أنا ما قدر أدفع لما أنت ترفع في الرسوم أنا ما قدر أطار شي شو يعني في الآخر لا بيفوت منهج في الآخر لسه النظرة موجودة ولا متوقعة أنه بيكون هذا فخلي في البيت بيبلع حد يهتم فيه فإحنا مؤمنين أنه يكون الرسوم فيما تناول إيد كل حد بس في أطفال عندهم يدفعون الرسوم في أطفال ما يدفعون الرسوم في أطفال يأخذون بسكاونت خاص حسب وضعهم الخاص حطينا الرسوم لشي واحد للالتزام المشكلة الحقيقية أنه في ناس لما تحس أنه فري يوم تتيب عشرة يوم يغيب هلا أجين هذاك نفس النظرة هلا ما راح ما راح شو يعني في منهج بيفوته في امتحان بتفوته فيسه يوم بيبل لكن لما يلتزم بشيء معين يحرص أن الطفل يتيجي يأخذ جلسات العلاج فإحنا بس خلينا نقول أن كل الأطفال اللي عندنا يتبعون الرسوم كامل ما بتغطي سلث مصاريفنا دولة الإماراتية قدي سعبتكم بهذا الموضوع شو قدمت لمركز راشد بشكل عام دولة الإماراتية قدمت لكل أصحاب الإمام كل المعاقيم بدولة الإمارات وضربت مثل للدول الأخرى هذا مش عشان أنا إماراتي هاي حقيقة طبعا يعني إحنا لولا حكومتنا إيمانها بهذه الفئة ما أعتقد مركز راشد أصلا كان مستمر إذا الأرض الشيخ محمد أعطاني سنة كم سنة 2000 هالأرض من تتعرف الأرض هذا منطقة شو منطقة استراتيجية بس لولا إيمانه بهذه الفئة هذه الفترة اللي أصلا ما في توعية في الإمارات كان إحنا مركز راشد ما وصل لو إحنا أنا قبل شوي كنت أتكلم أقول إنه إحنا الجميل في حكومتنا إنها لا تضع بس قوانين يعني لا تضع قوانين ما حاطين قوانين لأصحاب الإيمان ما معطين قوانين للمسنين لمرضى السرطاء هي تضرب نفسها مثل هي تقوم بزيارة هي تقوم بمشاركة هي تخلق فعاليات لهذه الفئة فأنا أقول قبل الشيخ محمد بن راشد روحي يسير محمد بن زايد روحي يسير الشيخ محمد بن زايد نظم أولمبياد في بوظبي أنا عندي ولدين فازوا في الأولمبياد ويشل التاليفون ويشل التاليفون كلمهم مبارك لهم ويبشرهم أنكم أنتم فستو يعني كم تسوهاي قدي هذا الدعم مهم لأطفالكم طبعا كثير الثقة الإحساس أنك أنت جزء من هذا المجتمع وليس أنت فئة قبل شوفونا فئة مهمشة أو فئة الزايد يعطونا أحين هما فئة لهم فقوق ضمن استراتيجيات كل المؤسسات الحكومية أنه قوانين لأصحاب استراتيجي تغيير الاسم من كلمة معاقلة أصحاب اللهم قدي كانت هذه المهمة لنفسية الأطفال وقدي شفتها تغيرت نفسيته لما صار إلهم اسم بليق فيهم بعد أن يمكن نتكلم فيه هذا كثير الشيخ محمد بن راشد يطول في عمره ما يعمل شي بدون رؤية حتى لو يطلعها بطريقتها المبسطة لو أنت تدخل ديب هتشوف أنه عنده نظرة يعني لما إياه قال حتى أصحاب اللهم مش عشان يفرح نه والله من فلسطان الس الشيخ سمان أصحاب حتى بطريقة حلوة بس عليك توقعات أكثر وعلم أنا لما أعطيك مكان أعلى عندي في العمل فبالتالي صح وغير من المعاقين أو ذوي الإحتاجات الخاصة قال تعال لأ بس بكم أصحاب اللهم تعال يا مراكز المعاقين شلوا كل عنهم في المرخص سموه مراكز أصحاب المرخص طب أنت كواحد أصحاب 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 همم 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 يعني يتحدى ما في شيء يسمع عشان أنا عندي مشكلة معينة خلاص هذا الشيء على فكرة انتشر بكل الدول العربية صار أصحاب الهمم حتى برات حتى اللميون لناس من بره يوم يتكلمون على طول حتى في لقاءاتهم قابلاتهم يستعملون أصحاب الهمم فهذا سوى نوع غير إنه سعيد خلق عنده تحدي خلق إنه يتحدى الإعاقة اللي عنده أنا أقدر أكون أنا أقدر أقدم شيء أنا كمسؤولة عن هذه الفئة إحنا كمراكز حط علينا مسؤوليات أكثر كان أنا أعطيتكم ولكن أعليتكم يلا أبغى أشوف أنتوا شو بتسوون مراكز أصحاب الهمم فبالتالي المفروض إحنا نقدم خدمة أفضل نقدم أشياء أحسن لأصحاب الهمم يكون لنا دور كبير وأوسع في إن إحنا الشيخ محمد كان كثير حكيم في هذا كان عنده رؤية عميقة مش بس الفرحة وسع حلو انبسط أكيد بيكون سعيد لكن في عنده أشياء أخرى عق عليك مسؤولية بطريقة حلوة صح بعيدة عن المركز الراشد شخصية قوية شخصية قدرت تعمل شيء من لا شيء مريم عسمان إذا بدنا نحكي أنت بتمستي شخصية المرأة الإماراتية قدي هذا الشيء لما تسمعي فيه بيخليك سعيد طبعا أنا فخورة بدولتي بصراحة يعني أنا أنا حس محظوظة يعني حقيقة كمان أنت قدرت تعمل شيء أنا محظوظة أني موجودة في هذا البلد وأني من بنت هذا البلد يعني الأرض تفرش لنا احنا احنا عطونا كل الحقوق تتكلم عن المرأة تتكلم عن عطونا احنا دورنا احنا فاحنا محظوظين إن احنا موجودين في الدولة محظوظين بهذه القيادات سواء القيادات من الشيخ محمد بن زاد ولا الشيخ زايد الله يرحمه ومن الشيخ خفاض ما الله يطول في عمره الشيخ احنا كل هذه نماذج احنا نتأثر نتأثر ونتعلم ونقلد هذه صح احنا دايما نقلد هما نموذج فاحنا يمكن شعب محظوظ انا حس انا حس ان شعب محظوظ شعب حظنا كان مع حكومة صح وينحطالنا كل بس كمان يعني بعل حظ انت في عمل اكيد طبعا انت انت اذا ما مؤمن بشيء بتات في هذا المجال اللي بقول لك يا بصراحة كيف بلشت الفكرة عندك ما بلشت اصلا انا ولا فكرت بي لست بالصراحة اصلا انا احس وجودي هون قدري كنت بعمر صغير قدري 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 لم اختار ولا مفكر فيه اطلاقا مع اني مثل ما قلت انا دراستي بنفس والمجال هذا مش غريب علي يعني انا درست كتير نسب الذكاء والعقات العقلية والعقات وكان ضمن المنهج اللي احنا ناخده لم يكن حلمي اطلاقا ان اشتغل مع اصحاب مش تقليل بس ما كان ولا كنت فابكر فيه اصلا يعني انا كنت حاب المجال النفسي بس يعني استوات اشياء كتير هلا يعني بس يعني تحول مجرى حياتي تحول مجرى العملي في حياتي في هذا المجال وبقول لك شيء اذا انا لم احبه ما استمرين انا حبيت بأحد الانتات اللي نعملين برمضان تذكر كانوا الاطفال عم يقدموا لوحات راقصة صار يقولوليك ماما مريم اوكي هاي الكلمة كتير حبيتها قديش هي معناها كبير الحمد لله بالعكس هذه العياء على فكرة اني عندي عياء هم هلقك وحن يشتغلون عنا يعني انا عندي هال ابتدوا معايا عمرهم 4 سنين 5 سنين حين 20 سنة 23 سنة في ناس وظفتهم في المركز يعني انا عندي كم حالة انا وظفتهم في المركز يساعدون في الفصول يساعدون الاطفال الثانين يعني نعتبرهم عيالنا حتى نصقرهم عيالنا هذا حقيقة يعني تربوا معانا عاشوا معانا من المبنى القديم للمبنى هذا عاشوا معانا كلها كل المراحل كل المراحل قديت مبسطة لما بتشوفي يعني يعني على فكرة على قدم العمل في هذا المجال مثل ما أقول لك في تحديات وفي رغوط وفي ايمان اذا لم يكن إيمان يعني انا ممكن اشتغل في بانك اشتغل في شركة مش مهمة امين بي ام جيتنج ماني بالآخر صح صح ولا لا بحصل بوست عالي عالي احبه ولا مش احبه مش مهم انا بأدي واجبي بس او عندي وقت عندي وقت معين جوب تسكريبشن عندي بأدي بحصل في هذا المجال اولا اولا اعطا اولا مش 14 ساعة يعني يعني بستفرار عندي حياتي الخاصة وعندي واجباتي كزوجة وكأم هذا موضوع اخر حياتي اجتماعك اخر عندي حياتي العمل يعني كل انسان عنده قدرات معينة في ناس يعني تعمل عدة اشياء وفي ناس لا تستطيع الا ان تعمل شيء واحد فمش غلط يعني في واحد يقول او انا ما تديني خمسين مهام انا واحد ممكن نركز في مهام واحدة واثنين في واحد يقول لك عطي عشرين مهام شيء والدود او الهي والدود يعني ما عنده مشكلة هذا قدرات من رب العالمين صح ولا لا او احساس هنا انك انت اذا ما ما حبيت وما عندك ايمان ما بتقدر تستمر لانه في تحديات كثيرة في ضغوط كثيرة في في احباطات في احباطات كثيرة انت تواجهها يعني مش سهل انك تستمر يعني نقول انا صديقاتي لما تخرجن من جامعة شو تبين تتغذين فيه تروحين تفتحين تبين تشتغلين تعال في المركز تشتغلين لساعة واتروحين شو تبين في هالصدعة يعني قالوا لي لا الحين يقولوا لي لما نقعد في مكان تخلع عمر شو قال مع يعني اذا انت ما عندك المتعة فيه ما بتكتغر تستمر شوف الاحساس المتعة الروحي اللي انت تحصله اللي يعمل في هذا المجال بصدق بيعطاء من قلبه ما بتحصله والله لو حصلت مليارات طيب شو أكتر قصة نجاح صارت معك وكتير بتنبصت كلمة تذكرية شو قصدك بقصة نجاح يعني قصة نجاح طفل هون مثلا كان والله هي عدة لا في كتير بس أكيد فيه شيء أقرب لقلبك يعني مش ما في بالي حد معين بس أنا يعني فيه قصص مثلا أطفال يجوا ما يمشون أصلا يعني اللي يوم حتى كانوا بيصور طفل ياخد يعني أذكر فيهم من الأيام بنت صغيرة ما كان تمشي ما كانت تتحرك أصلا اشتغلنا عليها بدت شو تتحرك بدت تمشي بدت شوية بدت يعني ما بنسى اليوم لجتني لأم تدعيلي من قلبه أنا بكيت يعني شوف الدعاء بتقدر تدعيلي تقولي أنت غيرتي حياة أقولها يعني إحنا فريق بتدعيلي من قلبه فهذه الأشياء كثير تأثر في الإنسان بكون سعيدا لما طلبة عندي كانوا صغار وأحيش تغلون أعتبرهم يعني زملاء هذا شيء الواحد ينبسط فيه هلأ مش فقط أنا قلت ما أنت سعيد أني غيرت حياة الإنسان خليتها أسعد خليتها منجز خليتها معتمدة على نفسه حلو أني كان لك دور حتى ولو بسيط في هذا الشيء حلو ماذا بعد كل هذا النجاح لوين رايحين مركز راشد شو التطلعات لقدام دايماً تطلعاتنا ما توقف طبعاً نحن عنده شيخ محمد بن راشد الله يطول في عمره ما يكف وتطلعاته ماشي ماشي وكما ماشي نري يعني التطلعات عندنا نحن نقدم أفضل وأفضل أي خدمة جديدة بتشوفنا نحن على طول نحاول نعمل دراسة أننا نحاول إذا نقدر نضيفها في إمكانياتنا نقدم للأطفال هذه الحياة أفضل نغير بعض النظرة قد تكون أحياناً سلبية من بعض الناس لهذه الفئة يعني حتى المركز أنت لو تدور فيه بتشوف أنه غير بتشوف أنه إحنا عملناه حلو كلمة حلوة أنا أقول لك متخصص 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 لازم لازم حلو لأنه الناس الطفل أكثر وقته معايا لازم مكانه هيك يحبه مش بس لازم رسميات و جماد و هذا فيحب المكان ينبسط شوف كل شيء حتى اللي يشتطل هون لازم يحس أن البيئة اللي هو فيه بيئة حلوة بيئة هو سعيد فيها بيئة بعدين المكان لما يكون حلو راقي أنت عطائك بيكون راقي صح بيمشي حسب المكان أنت نفسياً تشتغل على الإنسان لما تعطه في مكان تعيس أو مكان هذا عطائه بيكون تعيس طبعاً هو المكان الروح المكان هي من أساسيات النجاح فالمركز على طول نقول لدي أي خدمة جديدة ينزل لأصحاب اللي هم إحنا باب المفتوح إحنا على طول وراش عمل على طول تواصل حتى خارجي عنا بأبديت نحاول نقدم أشياء أفضل هذا على مستوى الخدمة حتى على مستوى لأنه إحنا أكثر مركز إعلامياً موجود أهم نجوم الوطن العربي زاريته يعني هل أنتم ألمين بتركزوا على النجوم هل فيه المجوم في أراسنا يعني حتى في الشخصيات شخصيات سياسية شخصيات رياضية شخصيات علمية بس لأن الناس تحب النجوم عادة هي أكثر شي تلمع وجودهم دعم الدعم مش دائماً فلوس طبعاً أحياناً وجودك في حد ذاته أكبر دعم كلمة واحدة منك أكبر دعم تغير نظرة تغير بعادة معينة عن الناس صح ولا لا يعني فيه ناس نبي وما نبي لهم تأثير لهم تأثير على المجتمع فوجود يعني أنا أشكرهم والناس تتحسب إحنا نجيب حقيقةً 95% من اللي زاروا البركس سواء من مشاهير من فنانين كل مستويات الفن أو من الرياضيين من السياسيين من الاقتصاد كله أنا شاهد على هذا الموضوع مثلاً من نجمة الكبيرة منواصف ما بتجي أبداً ولا بتروح أنا لما قالوا لنا بدنا نروحوا زيارة على مركز راشد أنا كنت موجود يعني كوراً أبدت إنه أكيد يعني كانت أول هي قامة يعني بعدين هي واحد يضرب فيها مثل الإنسانية والتواضع والعفوية وخفة الدم شوفي الروح الحلوة يعني الهال ترى يحسون يعني عندها عندها روح حلوة هيك مع الناس وحتى مع الهال سين دماء خفيف وقريبة وإنسانة تلمس إنسانيتها وجودها كان كثير كان له تأثير يعني أنا كل مكان أصير ليش ما أقلتلي إنه منواصف يا أي عندكم يعني شوف حتى حتى الناس حتى الناس العادي أنا أحبها يعني ركزوا على هذا الجان يعني نحن نشوفها طبعاً مثلات ما أمني لس نمدح في عطاءها يعني قامتوا اعتبر لكن الجانب هذا تحبك أني تركز عليه الإعلام والله العظيم أنا قعد يعني لليوم الله يخليك لو يجد مرة ثانية يزقريني يعني كثير من الناس يبوني يتعرفون عليها الله يطول بها مرة وإن شاء الله دائماً مركز راشد يستقبل كل الشخصيات اللي بيستحق أنه تكون موجودة إذا بدنا نحكي آخر شي عن أقسام الموجودة بمركز راشد كيف بتأبنينها مركز راشد مركز يهتم بأصحاب الهمم بأعاقات مختلفة أعاقات جسدية من شلال مخي دماغي ودرجات المختلفة أعاقات عقلية صعوبات تعلم توحد داون سندروم عنده الأطفال اللي عندهم مشاكل حسية المركز من ثلاث سنين الفترة الصباحية في عنا أقسام الفصول الفصول العادي اللي الأطفال يكونوا في فصول حسب العمر حسب نوعية الإعاقة عنا العلاج الطبيعي علاج النطق علاج الدهني عنا رياضة موسيقى عنا ركوب الخيل عنا دراما يعني كل أنواع النشاطات موجودة المركز مقسم لحالات اللي هي الصغيرة اللي من ثلاث سنين اللي خلينا نقول لترات عشر سنة بعدين لنا السينير اللي هما شوية أكبر اللي هما من أربعة عشر لسبعة عشر سنة عقب أن اللي هما الوركشوب أو التأهيل المهني اللي هما الحين وصلوا لمرحلة عمرية نعلمهم بعد الأعمال ده بس أسألك إذا شخ إذا أحد الطلاب كان بحاج إنه تسفروا برات البلد أو علاج برات البلد ممكن تقوموا بهذا الشيء يعني إحنا في حالات يتوقف على المشكلة اللي عنده عنا تواصل مع كثير من المستشفيات ولها طبعا إحنا كلها على السبونسور إذا لقينا حالة وضعة صعب نحاول نجيبها سبونسور حتى في أطال ما يقدروا ندفعوا نرسوا نجيبها سبونسور يتوقف على نوعية الحالة وأهمية العملية بالنسبة للطفل طبعا هنا ما بيكون ناحية الطبية خلينا نقول الطبية بالذات ما بيكون فقط من مركز راشد لا يكون من مستشفى أو من أطباء يعني إحنا نتعامل مع الحالات كبرامج تأهيل ولا ندخل في المجال الطبي الميديكيشن العمليات لهذا إلا إزيانة توجيب بس طبعا إذا حالة الدكتور قال لنا والله هو وممكن برنامج العلاج الطبيعي يفيده أكثر إذا تعمل عملية بسيطة لرجله مثلا واجهنا هذا فهنا إحنا نحاول نساعد إزا إمكانياتهم ضعيفة للمؤسسات الخيرية وصراحهمهم قصري مثل هلال أحمد مؤسسة محمد بن راشد نحول الحالة هناك إن هذه الحالة ومحتاجة للعمل يعني إحنا من ناحيتنا ما نسوي التوصيات ولهذا إن نحن نوصل مرية عسمان الحديث معك مهما طال اللي هو متعة اللي هو متعة خاصة وخصوصا بمركز راشد هذا الشيء اللي العالم كله بتشوفه من برة وبتحاول دائما تبحث عنه بس ما شاء الله يعني هو شيء يعني أكبر من الخيال وأجمل من الخيال اللي ممكن الواحد يتخيله لأنه في أطفال عن جد أنا اجتمعت فيهم أكتر من مرة وحسيت بهذا الحنية اللي أنتوا عم تعطونيها كلمة أخيرة شكرا لكم وحياكم الله في دبي كقراءة جديدة ويعني لي الشرف أني أكون أنا من ضمن هذا البرنامج وشكرا لاهتمامكم يعني الجميل أني اهتميتوا في أصحاب اللي ممكن سيدة مريم شكرا كثير لك شكرا لك لك اللي عم يتابعنا وتابعونا دائما على قناة هلا بانظر اشتركوا في القناة